السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموقع اسمه اي 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 بيشتغل بالزكاء الاصطناعي اي حاجة تفكر فيها تقدر ان انت تكتبه له هو يبدأ اعمل لك الصورة اللي انت عايزة. ان هو مركز مع الصور المعمارية. يعني مالوش في اي حاجة تانية. في موقع تانية ممكن تدول مسلا عايز مبنى كزا 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 فتلاقي صورة بعيدة عن المباني. هو هنا مركز على الحاجات الاركتشور. مسلا ممكن تدي له سكتش زي كده. يبدأ ان هو يعمل لك الRender اللي بالشكل دوت. تمام فلو عندك صور اصل معمول لها الرender والdetailه. ممكن يديك افكار حلوة قوي ممكن مسلا يغير لك الازاز ده لحاجة تانية ممكن يغيير لك الخلفية يعمل لك سلوك. ففيه شوية افكار حلوة ممكن تتلع منه. تمام ممكن ترفع الصورة اللي هي بالشكل دوت. ممكن تعمل القصة معيز. وانوا مسلا نحاول الستيل بتاها يتغير الرندر ووالحاجات دي كلها. فيبدأ ان هو يعمل لك فيه ميزة ان هو فيه افكار كتيرة تقدر تختار ستايل كتيرة ستايل مودن ايطالي ياباني وفيه حاجات خاصة بيه الانتيريور وحاجات خاصة بيه الاكستيريور هاتخاصة بالفلور بلان وممكن بعد ما تعمل تصميم بتاعك تروح عرضه عليه فيبدأ ان هو يعمل لك شوية تحسينات انت عندك فيه اصدار فري عشرة صور في الشهر طبعا خلاص تقم خلاص فيه بقى حاجات افضل بيبقى مثلا بستاشر دولار في الشهر ده لكل شهر دي بعض الصور اللي هو عملها فموقع جميل كله لكن انت تقوله تستارت وتدخل بالحساب بتاعك وتبدأ تكون الصور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر